اهلا بكم في مرايا اليوم وبعد مخاضن عسير انتخب النواب اللبنانيون رئيسا للجمهورية بعد تعطيل هذا المنصب الأول في الجمهورية عن عمد وتعبيرا عن حالة الجمود السياسي لمدة سنتين وخمسة أشهر منذ نهاية فترة الرئيس السابق الجنرال ميشيل سليمان اليوم انتخب ميشيل آخر جنرال جديد بعدما أخفق البرلمان اللبناني حوالي 45 مرة في الوصول لهذه اللحظة وصل العماد ميشيل عون رئيس التيار الوطني الحر أو التيار العوني كما يسمى لكرسي الرئاسة في قصر بعبده وهو الذي طالما حلم به بعد أن أخرجته منه الحرب الأهلية التي كان فيها خصما للسوريين تارة ولرفاقه المسيحيين تارة أخرى في حربين سميتا بحرب التحرير وحرب الإلغاء جلس الرجل المنفي في باريس قرابة 15 عاما على الكرسي أخيرا نفي 15 عاما في الخارج ثم عاد لبيروت وهو يحمل مشعل مقاومة الاحتلال السوري كما هي عدبيات المسيحية المارونية المعتادة لكن سرعان ما قام الرجل بأخطر خطوة والتفافة في حياته وهي التحالف مع حزب الله ممثل إيران في المنطقة وليس فقط ممثلها في لبنان انخرط ميشيل عون وتياره في المحور الإيراني الأسدي ويالي مفارقة الأيام ثم روج تياره لفكرة تحالف الأقليات ذات النفس الغريب الآن يكمل عون استدارته بعدما بلغ الحادي والثمانين من عمره أو تجاوزها ويعود ربما نقول إلى المربع الأول إذا ما اعتبرنا أن حلم حياته قد تحقق له وهو الجلوس على كرسي بعبده لا شك أن ترشيح خصم عون الأول عن المسيحي سمير جعجة رئيس كتلة القوات لعون قبل عدة أشهر كان هو الصدمة الأولى ثم توالت الصدمات مع تراجع الحريري سعد زعيم المستقبل ومن خلفه السنة عن اعتراضه على عون وتخلي عن مرشحه الأول سليمان فرنجية لصالح الجنرال عون الرهان كان أن حزب الله في الجوهر لا يريد أصلا وجود رئيس الجمهورية ويفضل حالة الفراغ واللا دولة ويتعلل بإصراره على ضمان ترشيح عون كمسمار جعجة قبل الذهاب للتصويت يضمن أن عون سينجح وأنه حتى عون يعني البعض يرى أنه حتى الجنرال عون ليس في الحقيقة هو المرشح الفعلي لحزب الله المرشح الفعلي لحزب الله أو الحزب الأصفر هو الفراغ الرئاسي طمعا بتغيير دستور وهوية وشكل الدولة اللبنانية هكذا يرى بعض العقلاء أو المراقبين هناك من يرى أن ترشيح عون هو قطع لطريق الأحلام الخمينية ممثلة بحسن نصر الله أو حزبه في لبنان ثامر السبهان وزير الدولة السعودية الذي زار لبنان مؤخرا والتقى الزعمات السياسية والاجتماعية فيه مستثنين طبعا حزب الله الإيراني اللبناني بعد إعلان الرئيس سعد الحريري تعييده لترشيح الجنرال ميشيل عون للجمهورية السبهان أراد أن يوضح موقف السعودية من هذه التطورات فقال إن المملكة لا تتدخل في الأمور الداخلية للبنان وأن الشعب اللبناني ونواب الشعب اللبناني هم من يختار ممثلهم في رئاسة الجمهورية وهذا شأن داخلي طبقا لنص وتعبير الوزير ثامر السبهان بعض أنواع الشلل وتوقف القلب عن النبض يحتاج كما نعلم للعلاج بالصدمات الكهربائية ولربما كان هذا هو الإحساس الذي حرك سمير جعجع ثم الحريري والبقية لإيقاظ جسد الدولة اللبنانية حتى ولو كان ذلك الإيقاظ بتيار عون العالي الفولتات دعم ترشيح رئيس الحكومة الأسبق صعد الحريري للنائب ميشيل عون لرئاسة الجمهورية جاء بحسب الحريري لمنع انزلاق البلاد إلى أتون الفتنة التي بدأت تطل برأسها أكثر من أي وقت مضى في ظل تصاعد حدة التوتر المذهبي قرار يستند إلى اتفاق بأن نحافظ معا على النظام ونقوي الدولة ونعيد إطلاق الاقتصاد ونحيد أنفسنا عن الأزمة السورية وبحسب الحريري فأن تسوية سياسية على مبادئ وطنية بين الطرفين تنئي بلبنان عن الأزمة السورية أفضت إلى قبوله بعون مرشحا للرئاسة من دون أن يخوض في تفاصيل تلك التسوية مع حليف حزب الله تسوية اعتبرها البعض مغامرة قد تكفع بالحريري إلى هوية الانتحار السياسي كما قال ولي جملاط وبعض حلفاء الحريري لم تمنع الأخير بخوضها نعم مخاطرة سياسية كبرى بس أنا مستعدت خاطر بنفسي وبشعبيتي ومستقبل السياسي ألف مرة ومش مستعدت خاطر مرة وحدة بأي واحد منكم من هو هذا الجنرال اللبناني؟ أول رئيس عسكري للبناني عبره الانقلاب نتكلم عن الحرب الأهلية في التسعينات ثم أول رئيس تعطى له جلسات البرلمان 45 مرة وأول رئيس يصل للمقعد الرئاسي وهو في بحر الثمانين ميشيل عون في سطور رئيس الطيار الوطني الحر السابق ورئيس كتلة الإصلاح والتغيير النيابية ولد في ضحية بيروت الجنوبية في السابع عشر من فبراير ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين قائد الجيش اللبناني بين عامي ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين وألف وتسعمائة وتسعة وثمانين ترأس الحكومة العسكرية الانتقالية من ألف وتسعمائة وثمانين إلى ألف وتسعمائة وتسعين أعلن حرب التحرير ضد سوريا عام تسعة وثمانين وحرب الإلغاء ضد القوات اللبنانية عام تسعين أقصية من القصر الرئاسي بعملية مشتركة سورية لبنانية لجأ بعدها إلى السفارة الفرنسية في الثالث عشر من تشرين الأول عام تسعين نفي إلى فرنسا عام واحد وتسعين وبقي فيها خمسة عشر عاما حتى انسحاب الجيش السوري من لبنان عام ألفين وخمسة ترك التحانف الرابع عشر من أذار عام الفين وخمسة وخاض الانتخابات النيابية منفريدة في العام نفسه دخل البرلمان اللبناني بثاني أكبر كتلة في البرلمان تألفت من واحد وعشرين نائبة وقع مع حزب الله وثيقة تفاهم عام الفين وستة زار سوريا عام الفين وثمانية وتصالح مع بشار الأسد لا رأي بأن ترشيح الرجل قضية مثيرة وإشكالية في عام فهو شخصية بطبيعتها مثيرة ومستفزة للنقاش والجدل سلما أو حرما وشخصية تفتح على قضايا مثل ملفات الطوائف والتحالفات وهواجس التاريخ القريب منه والبعيد عون بين النعم واللا لبنانيا دعم المفتوح لعون من الحرير وجعجع وجد له رافضين بين عدد من المتحالفين مع عون أو قوى الرابع عشر من أذار رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي اعتبر ترشيح الحرير لعون مغامرة تقود إلى مزيد من الانقسام والتأزم وزير الاتصالات متر الصحارب اعتبر أن خيار الحرير لا يلزمه متمنيا بقاء العلاقة حول القضايا الوطنية أما حزب الوطنيين الأحرار فاتهم حزب الله بزيادة العقبات أمام انتخاب رئيس من خلال التعطيل والمناورة الوزير أشرف ريفي دعا مناصره إلى لقاء في طرابلس لتأكيد موقفهم الرافض لعون رئيس المجلس نيابين به بر وعبر مصادره أعلن سياءه من الحرير بسبب ترشيح عون باتفاقات وتسويات غير مقبولة رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي ولي جملات نبه الحرير من الانتحار السياسي لأن غياب ممثلين لبر عن الحكومة يعني استبدالهم بعناصر حزب الله الذي يصنف إرهابيا في عدد من الدول من بينها دول الخليج هذا العمر المديد للجنرال ميشيل عون حافل بالتحولات والمحطات والانعطافات وتبديل خارطة الأعداء والحلفاء داخل لبنان وخارج لبنان هنا لمحة من طقوس الإشارات والتحولات العونية خاصة انتجاه دمشق الأسد الوالد والولد أنا مهتم بشأن وطني واحد وهذا مشتري نكون موضوع خليف هو شأن السيادي ولكن مع الأسف رجعنا وشأن السيادي منقوص مما جعل العميد ريمو إدلي يصرح الليلة كنا تحت الانتجاب السوري فأصبحنا تحت الاستعمار السوري ومن العسد الوالد والولد إلى خط إيران الأمامي الإمامي في بلاد الشام حسن نصر الله وحزبه المنتمي بكل معاني الانتماء لحرس الثورة الخمينية نصر الله بنظارات عون السيد حسن شخص قيادة استثنائية الاستثنائية تبعا بتتميز رجل خرار في الوقت الماسب وحاسم وأولا ارتباطه كمين بالقواعد المقاتلة بواكبهم بقلبه بعقله شفناه وقت الحرب 2006 بالانتصار متواضع هو اسمه سيد حسن وبالفعل سيد نفسه وسيد أعصابه ماما قلنا أو قال غيرنا يبقى أن الحيوية السياسية في لبنان هذا البلد المميز بطوائفه ومناخه الاجتماعي والثقافي رغم أنه الأصغر مساحة بين جرانه هذه الأشياء هي أمر تثير الإعجاب حقيقة ويبقى اختيار عون أو غير عون للرئاسة أو لغيره من المواقع في الدولة اللبنانية يبقى كل ذلك أمرا يخص اللبنانيين وأمرا شعنا داخليا لبنانيا لكن هذا كلام السياسة الرسمي بينما الكلام الواقعي وغير الرسمي هو أن لبنان متنفس من متنفسات الصراع الأقليمي تارة بين إسرائيل وغيرها أو مصر وغيرها في الزمنات أو أمريكا وغيرها أو تارة بين بغداد بغداد صدام ودمشق حافظ وتارة بين العرب والفورس أو شعت فقل السنة والشيعة أو قل فكرة الدولة وفكرة الميليشيا يبقى أن لبنان هو البلد الوحيد في هذا الشرق الأوسط الذي رأسه مسيحي عربي وتلك ميزة كبرى له في زمن الإلغاء والفناء قال شاعر لبنان رشيد الخوري الملقب بالشاعر القروي ناصحا ولربما تصلح النصيحة هذا اليوم قال جرد لهم غصن السلام فربما أغناك عن تجريد ألف حسامي إن كل زند لن تكل إرادة والعزم في الأرواح للأجسام إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة